تأثر القطط بالحالة النفسية تتأثر حالتها النفسية بحالة صاحبها وقد أكد بعض المختصين في هذا الأمر انفعالات محددة للقطط سوف نتعرف عليها في إطار هذا الفيديو وهذه الانفعالات تتمثل فيما يلي صوت الخرخرة يصدر من القطط عندما تشعر بالراحة والرضى عن صاحبها كما إنها وسيلة تعبر بها عن حبها لصاحبها وعادة ما تصدر هذا الصوت عندما تشعر إن صاحبها سعيد العض قد تقوم القطط بعض صاحبها ولكن بصورة غير مؤذية بغرض الإطمئنان عليه عندما تلاحظ إن صاحبها مريض لكي تتأكد من إنه على قيد الحياة حيث تقوم بعض أطرافه الانتظار أمام الباب قد يظن الكثير إنها تفعل ذلك لأنها تشعر بالجوع ولكن عادة تنتظر عند الباب في حال غياب صاحبها عنها فترة طويلة ويكون ذلك سلوك تعبر به عن اشتياقها وانتظارها له البكاء ما لم يعلمه الكثير إن القطط تقوم بالبكاء وتتساقط منها الدموع مثل الإنسان فهي في النهاية روح خلقها الله تشعر فعندما تكون مريضة أو تعاني من نزلات البرد وقد تكون الدموع نتيجة عن الغيرة على صاحبها عندما يهتم بأحد غيرها وقد تكون متأثرة بحزن صاحبها فتبكي على حالته إسقاط الرأس إذا قام القطط بفعل غير سليم أو لم يقوم بتنفيذ الأوامر التي يطلبها منه صاحبه يشعر بالخجل وشعره بأن من حوله لا يرغبون في وجوده لذلك يقوم بإسقاط رأسه إلى الأسفل علامات تدل على حزن القطة بشكل عام القطة من الكائنات الاجتماعية التي تتفاعل مع أصحابها بصورة مستمرة ولكن عندما يلاحظ الشخص هدوء القطة يشعر بالقلق لذلك يريد العديد التعرف على علامات حزن القطة سوف نتعرف على هذه العلامات وهي عندما تحزن أو تعاني من الاكتئاب فسوف تلاحظ أنها تقوم بخدش كل شيء حولها بصورة غير طبيعية وهذا السلوك تقوم به لكي تقلل من حزنها وتوترها كما ينعكس ذلك على شهيتها وتلاحظ أنها تتناول الطعام بكميات قليلة أو تمتنع عن الطعام حتى طعامها المفضل قد تقوم القطة بالتبول في أماكن غير الأماكن المحددة لذلك على عكس الطبيعي فهي تستخدم رائحتها لكي تحاول التخلص من التوتر بالرغم من أن القطة معروف عنها أنها تحب النوم كثيرا إلا أنها عندما تكون حزينة تنام أوقات أكبر من الطبيعي كما يمكن أن تنام في أماكن أخرى غير أماكنها التي تعودت عليها بشكل عام تمتنع القطة عن القيام بتنظيف نفسها عندما تشعر بالحزن لذلك تلاحظ أن فروتها غير مرتبة وأنها غير مهتمة بتنظيف نفسها كما توجد بعض التعبيرات الجسدية التي تساعدك على معرفة أن قطتك مريضة مثل الذيل المطوي وثبات الأذان معلقة لأعلى ووقوف شعر جسمها في نهايته كل هذه التعبيرات تشير إلى التعاسى وحزنها الشديد عندما تلاحظ أن قطتك تقوم بالتصرف بعدوانية عن غير طبيعي ووجود العديد من الاختلافات في تصرفاتها يكون ذلك إشارة إلى الحزن هناك بعض القطة يظهر عليهم الخوف وتتعامل مع صاحبها بخوف خاصة إذا كان هو مصدر حزنها تلاحظ على القطة التشتت أو الاختباء في أماكن غير مألوفة لفترة طويلة وعدم رغبتها في المشاركة في الأنشطة التي تفضلها لأنها تفقد الرغبة في ممارسة كافة الأمور التي تفضلها وتتحول إلى كائن هادي وهذا أمر مخالف لطبيعتها وجود بعض التغييرات في اللغة فيمكن ملاحظة أن المواء أصبح أقل عن العادة أو زائد وتقوم بإصدار بعض الصيحات الحزينة التي تدل على حزنها بالإضافة إلى صوت الأزيز إشارات تدل على سعادة القطة هناك بعض الإشارات التي تشير إلى شعور قطتك بالسعادة وهذه أهم الإشارات ترغب في اللعب معك باستمرار يصدر منها صوت خرخرة تقوم بحك جسدها بجسد صاحبها وهي كناية عن شعورها بالسعادة ترغب في احتضانك باستمرار تقوم بالنظر إلى كافة أنحاء الغرفة بنظرات سريعة ثم تنظر بعد ذلك إلى صديقها قيامها بتوسيع عينيها بصورة مفاجأة تقوم بعقد شاربها إلى الأمام وتشعر بالاسترخاء ويمكنك ملاحظة ذلك على فرائها وذيلها تقوم بإيقاف ذيلها بصورة مستقيمة إلى الأعلى وتلاحظ به التواء بسيط إذا كانت ترغب في النوم بجانبك فالنوم هو إشارة تدل بها على سعادتها وحبها لك تحرص على تنظيف فرائها وذيلها وأن تكون دائما بصورة مرتبة تلاحظ انفتاح شهيتها وتأكل بشراها يعد من أكثر العلامات التي تشير إلى سعادتها تحاول أن تلفت انتباهك لكي تقوم باللعب معها توجد بعض الإشارات التي تدل إلى أن قطتك تشعر بالغضب ومن هذه العلامات هي يقوم القط بخدش كل شيء يوجد أمامه وخاصة الأثاث يقوم بعضك كلما حاولت الاقتراب منه يكون ذلك تعبيرا منه إنه غاضب منك يرغب في الإبتعاد عنك يسطح إذنيه عندما تحاول اللعب أو الحديث معه يقوم بعرض أسنانه كلما حاولت التفاعل معه وهذا نوع من التهديد يقوم به القط يسعى عندما يشعر بالغضب إلى التواجد في أماكن مظلمة مثل المنطقة التي توجد أسفل السرير وهكذا يرغب في البقاء بمفرده تلاحظ وجود تغيير في صوت مواء القطة قد يبصق عليك تعبيرا عن غضبه أسباب حزن القطة يمكن أن توجد العديد من الأسباب التي تجعل قطتك تشعر بالحزن سوف نتعرف عليها في هذا الفيديو ومن هذه الأسباب تتمثل فيه فقدان القطة لأحد أصدقاؤها فعندما يقوم صديقها بالسفر تعاني القطة من الاكتئاب وسوف تستمر هكذا لفترة ولكنها سوف تعود على طبيعتها بعد مرور فترة موت أحد أفراد العائلة يتسبب أيضا في شعورها بالحزن والاكتئاب وهذه الحالة يمكن أن تستمر لفترة طويلة نسبيا لذلك حاول أن تقوم بمساعدتها على الشعور بالسعادة فيمكنك اللعب معها وتوفير الطعام الذي تفضله وهكذا إذا كانت تعاني من اضطرابات في الهرمونات نتيجة الحمل أو اضطرابات طبيعية أو في فترة الطمث كل هذه الأمور تجعلها تشعر بالحزن الحزن قد يكون ناتج عن شعورها بالألم أو الغثيان نتيجة لإصابتها بالمرض لذلك هي تحتاج إلى الأمور التي تمنحها الطاقة هناك بعض الأمراض التي تصاب بها القطة وتجعلها حزينة وهادئة ومكتئبة مثل مرض السكر الأمراض التنفسية وجود خلل في الغدة الدرقية اضطرابات في الجهاز التنفسي كل هذه الأمور تؤثر على الحالة النفسية للقطط لذلك لا بد عند ملاحظة العلامات السابقة الذهاب بالقطة إلى الطبيب البيطري لكي يقوم بفحصها تعرض القطة إلى بعض الإصابات التي تجعلها تشعر بالألم لذلك يتوجب عليك الالتزام بكافة التعليمات التي توجب عليك القيام بها كان هذا فيديو اليوم أرجو أن يكون قد نال إعجابكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر